هيا ماشا طلعيني من هذا المكان بسرعة بسرعة قبل ما اغضب وكسرلك راسك لانه انت حبستيني بهذا السجن علشان بتدكتاكل كل العسل لوحدك هي 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 ما رح تطلع من اون يا دوب وانا رح اكل كل العسل هذا وانت ما الك ولا علبة عسل هاي توقفي بترجاكي اعطيني علبة عسل انا بدي عسل لان انا بحب العسل كتير كتير ما فيها دوب يلا خليني بدي اكل كل العسل هذا لان انا بحب العسل كتير كتير يا سلام والا لذيذ هين اكلت كل ياتو وبدي ارمي هدولة العلب الى الاسفل مع السلامة ها شو اللي سويت ايا والا لما اطلع من هون الا كسرك تكسير اكلتلي كل العسل ايوة اكلتلك يا وانا الان خلص فتحتلك الباب اطلع ما بدك تطلع خلينا ارجع سكرو هاي والا بمزح معاكي ارجع افتحي للباب بترجاكي خلص يلا انا فتحتلك يا الاخر مرة والا انا حزينة كتير لانه هذا الدوب الان رح يغضب مني ورح يبطل يلعب معاي وهو دائما بسوي فين المقالب بس خلص انا بدي اروح ابحب عن صديق الذئب هذا لانه انا ما بعرف فين هو راح بدي اخد بلوكاتي او جناح الطيران وبيدي اطير يمكن هو يكون موجود في اذاك المكان وبا يلا خلينا البس الجناح هاي خلص افتح الباب بمزح معاكي خلص يلا اطلع خليني الان انا بدي اطير هاي لا تروح مكان بلاش اكون في اشرار تعالي لهون ما بدي بدي اروح الى هذا المكان وبدي اشوف مين موجودون خلينا اطلع والله هذا المكان حلو كتير مين ممكن يكون اعيش فيه هاي شو وادا قطة توم هاي شو وادا ايه ماشا وين الدوب دوب هيو هناك بالحبس ليش حطي طيب الحبس طلقي حرام ما بدي اطلعه لانه هو مشاكس وبدله يحكي لي انه انا مشاكسة وبده ياكل كل العسل بس انا اكلت له اياه وما خليته ياكل ولا اي قطرة هاي والله انك انت شريرة هاي شو رايك انت تروح وتشوفي صديقي جيري الصغير وتتعرف عليه لانه هو فار جميل واسطوري هاي جيري وينك يا جيري اوه الفار جيري والله هذا الفار بحبك كتير هو يعني قريب من جسمي يرحبا يا فار يا حمار ايه عيب عليك يا ماشا انا مش حمار انا فار عيب الواحد يحكي يا فار يا حمار انا فار صغير وانا كمان بتابعك على التلفزيون وبحبك كتير كتير لانه انت بتضحكي وانت دايما بتسوي مقالب بالدوب نعم نعم انا دايما بسوي مقالب بالدوب لانه الدوب هايو موجود بالسجن هاي يا دوب شورك تيجي وتشوف عائلته موجيري هاي نعم خلاص بدي اجي وبدأ شوفها بس اول ايشي انا بدي ابقى هون ايه يفتحني الباب هاي زيك والله كان رح يسكر عليها هذا الباب خلاص هاي نبدأ كسر هذا الباب علشان انت يا دوب تطلع منه اوب 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 والله مني هذا لكسره خلاص ما بدي اكسره انت كسره لحالك هاي والله انت رح تجننيني خلاص اطلع من الجزيرة من هون طيب ماشي يلا خليني بدي اطير بوم زي هيك هاي توم ما في عندك انت اي العاب انت والفار بتلعبها هاي نعم اكيد فيها انا 24 ساعة بلعب مع الفار جيري واذا بدك انت تلعب بيها انت لازم تدخلي الى عالم التحديات والالعاب اكيد انا بدي العب بس اول ايش بدي اسأل الفار جيري هاي شورك تيجي معاي هاي ما بدي عاجي ما بدي لانه انت غريبة ماشا انا بس بلعب مع القطة توم خلاص روحي انت على اللعبة ويلعب اللي وحدك لانه انا ما بحب العب بالمرة بالمرة وسوي كل التحديات ايه خلاص ما بدي الفار انا بدي اروح لحالي وينو هذا التحدي التحدي ايوه موجود وراي افتح هذا الصندوق وشوف ايش انا عاملك مفاجآت وشغلات حلوة كتير ايه شو هادي هاي خلنا تطلع طلع ولا صرت اكبر منك ايش مضحك كتير كتير ياي ياي والله مضحك هاي صيري اصغر زي هيك يما ولا صرت صغيرة كبرني شوي ما في يلا اصغر واصغر شوف انت الان ما اصغرك والله صغيرة جدا جدا وما اتوقع انه حتى الفرجيري انه يشوفك ايه وين هاي ماشا جننتني ايه خلينا تطلع على الارض شو هادا كيف فيك انت زي النملة واغا باني شايفك صغيرة جدا جدا روح منو نروح بلاش ادعس عليك ايه خلص خلص بامزح معاك انا وبا ايه صرت كبيرة كتير خلص بدي ارجع على حجم الطبيعي وبدي ارجع هاي الاغراض بدي امتقل الى التحدي تاني يلا التحدي تاني اكبس على هاي الكبسة خليك تروح الى عالم الالعاب يي يلا واحد اثنين ثلاثة ويي اي شو هادا خلينا اتطلع واو يا عالم الالعاب والتحديات والله حلوة كتير كتير خلينا انا بدي اشوف شو هاي اللعبة شكلها لعبة هاي التسلق لعبة البركور والله حلوة جدا يلا خلينا انا شوي شوي ان اتسلق على هذا البركور ورح اسويه ورح انجح لانه انا هي ماشا صغيرة وابا هاي لا والله سقط كانت صعبة هاي خلص خليني انا بدي اركز شوي شوي استنوا شوي وين جناح الطيران كان معي جناح طيران كان الان انا بطير وبني التحدي خلص مش مشكلة هاي هاي انا سقط كمان مرة يلا خلينا ارجع زي هيك وبدأ اسوي هذا التحدي وبدأ افوز على القطوم وجيري يلا خليني زي هيك ايوة اقفز على السلم شوي شوي هاني انا سقط قبل شوي لا والله سقط كمان مرة صعب كتير هذا التحدي بس خلص انا بوعد الجميع اني رح افوزون يلا خليني اطلع زي هيك وزي هيك رائع كتير كتير يلا خليني انا اقفز ايوة زي هيك يلا واحد نين تلاتة اربعة هيني سويت التحدي هذا رائع جدا جدا يا سلام بوم والله حلو كتير يلا والان انا بدأ اكبس على هذا الزر وبدأ اشوف وين رح وضيني واحد تلاتة وهو يا سلام انا هو منصور 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 اقوى رجل بالعالم انا اليوم مع صديقي عباد ومع صديقي عبدو وكمان مع ابوي انا بحبهم كتير صباح الخير يا ابوي هو منصور اهلا اهلا يا ابني يلا اليوم احكي لي ايش المغامرات رح تكون علشان انا بدأ اجي معاك حتى لو على القمر ايش يا بابا حتى لو على القمر بس كيف فيك ما بعرف عادي اي ايش انت بتسوي انا رح اسوي لا خلاص يا بابا اليوم انا ما رح اسوي مغامرات قوية انا فقط بدأ اتعرف على احدى هاي الجزر الموجودة هون وممكن اروح على هاي الجزيرة الصفراء لانه شكلها جزيرة جميلة وبدأ اتعرف ممكن يكون صديق عباد موجود فيها واروح اجيب لك ونسوي اكبر حفلة بالعالم اوه خلاص متل ما بدك يا ابن منصور روح على هاي الجزيرة وتعرف وشوف ممكن يكون عباد نعم وجيبه لعندي عشان بدي اخليها مليونير وغني كتير لانه احنا عائلة منصور الاماراتية اغنى دولة بالعالم اكيد اكيد يلا خليني انا الان بدأ وصل وبدأ روح اشوف مين هاي الجزيرة خليني اشوف هيني انا جالس بقترب منها كتير كتير اول ما اوصل عليها بدي اشوف مين لون بعيش والله شكلي انا بشوف فتاة باللون الاصفر ما نعارف اذا هذا الكلام صح ولا لا خليني اش زي هيك هاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله واو مين انت شكلك انت اسمك اسمك غالب لا لا اسمك يمكن انت ممدوح لا شو ممدوح انا اسمي منصور والكل بعرفني بس انت مين استنوا شوية والله هاي الفتاة انا شايفة من قبل بس ليش كلش باللون الاصفر دائما هي بتحب اللون الاصفر هاي مين انت شو اسمك انا هي البنت الصغيرة شفة شفة السمينة الصفراء او انا اليوم لابسة علشان عندي تحدي على اليوتيوب لازم البس كلش باللون الاصفر عرفت ليش واو اكيد عرفت هي طيب شو رأيك انت تيجي وخليك تتعرف على ابوي لا 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 خلاص انا عندي رحلة على القمر لازم اسويها علشان انا بدي اطير للفضاء ايش بتحكي رحلة للقمر مستحيل كيف راح تطلع على القمر بعيد كتير اكيد هذا كذب صح كذب ولا لا انت بتمزحي لا ما بمزح افتح هذا صندوق اشوف كيف موجود بداخله قاعدة للصواريخ وصاروخ خلينا اشوف اه والله خلينا بدي اخدهم هاي بدي انا اسفر على القمر والله بحب السفر على القمر خلينا اجرب اسوي قاعدة للصفر على القمر والله رح تكون ايش اسطوري خلينا اسوي زي هيك وزي يا سلام والله انا جهز الصاروخ بدك تيجي لا خلص انا رح ابني الصاروخ الخاص فيني اذا بدك هذا الصاروخ بوسع فقط لطفل صغير ممكن انت يعني اجيب اي طفل تاني معاك خلينا اشوف مين في طفل ابوي مشكلة ابوي حجمه كبير اذا الان عرف اني انا رح اطير رح ما يخلينا اطير ايوه زي هيك يا سلام يلا رح ينطلق الصاروخ بعد شوي بهاي العشر ثوان الكل يسوي لايك واشتراك افعل جرس تنبيه تكتب تعليق يلا ضايل خمس ثوان يلا اربعة ثلاثة ثنين واحد اللي سوا هو اسطورة وكفو يلا خلينا اطير في هذا الصاروخ وبعدها بد انزل على سطح القمر يا سلام واو اشي رائع واو يا سلام هيني انا الان في مركبة الفضائية والله وصلت على الفضاء وتغير شكل المركبة هاي المركبة رح تنزلني على القمر شوي 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 بوام واو والله اسطوري هذا اول قمر لأول مرة انا بنزل عليه خليني بدي اروح بدي اشوف شو هذا الاشي معقول فيه كائنات فضائية بتعيش على القمر والله احتمال خليني اروح زي هيك بسرعة بدي اطير واو شوفوا ما في اي جاذبية على القمر هون خليني بدأ اشوف هاي شو هذا هاي جيجابا شو مين انت مين انا منصور يا حبيبي والله فيه مخلوقات بتخوف من انت اعترف انا منصور منصور يا حبيبي والله اشي رائع وغريب لأول مرة انا باجي على القمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله واو انت شكلك بشري صحيح ولا لا نعم بشري بشري والله انتو كائنات فضائية ما توقع تكون في القمر موجود فيه كائنات فضائية واستلع فيه كائنات فضائية والله ايش رائع خليني اروح خليني اروح اشوف شو بياكلوا هدولة طلعوا زرحين شجرات معقول الشجر بطلع بالفضاء والله ايش غريب خليني اشوف جزر جزر ولا جزر مثل الجزر تبعنا هاي توقف انت ليس جيت على القمر جيتون علشان بدا اتعرف اذا فيه حياة ولا لأ جيت استكشف القمر والله طلع القمر مكان رائع وجميل خليني بدأ اطير زي هيك بيكا بوكي والاسمهم زي هيك والله بصراحة اش غريب كتير وصلت على القمر وهيني انا الان جالس بستكشف في كل شي وراح ادور حوالين القمر بالكامل وراح ارجع اركب المركب الفضائية والصاروخ وارجع الى الكرة الارضية لما اكتشف كل شي هون ياي هذا منصور من من منصور نعم منصور يا سلام هاي الكائنات الفضائية كمان صاروا اصدقائي وبصراحة انا فرحان يلا خلص رح اعيشون بس قبل هيك خلينا اجاهز انا مكان الصاروخ تبعي علشان لما يجي الوقت احطه هون واظن الطير على الكرة الارضية ياي منصور يا سلام تعال نتصور معاك ياي ادول كمان عندهم تصوير وعندهم كاميرا ومنصور بالقمر والله ايش رائع كتير كتير اشتركوا في القناة